الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول أحسن واحد يبارنق في مصر وممكن لو الموضوع كبر ممكن برضه بتلاقي جزة على سنان وطبعا كانت أشهر تبرياته مع الحكم محمود عشور اللي توقف بعده وكانت مشكلة كبيرة جدا الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول اللي بيتقاضى أكتر من 800 ألف جنيه في الشهر رفض إقامة أي مباراة ودية في فترة التوقف الدولي بحجة أن قوام منتخب مصر الأساسي بيتكون من اللعبة المحترفين ولعبة النادي الأهلي ولعبة الزمالك وبرامدز اللي بيعانوا في الفترة الأخيرة من إجهاد كبير وبدل الكابتن حسام ما يقوم بفترة إعداد لا هو عمل فترة إعداد بس على القنوات الفضائية والمواقع اللي في الفترة الأخيرة أدلى بتصرحات كبيرة أنه مصحة خالص أننا نقوم بفترة إعداد وخصوصا أنه في عناصر موجودة في المنتخب الأولمبي الكابتن حسام البدري هيضمها لمنتخب مصر الأول في نفس الوقت اللي قال الكابتن حسام أن في عناصر متقلقة في الدورة في الفترة الأخيرة على رأسهم محمد شريف وأحمد رفعت وطهر محمد طهر وأحمد ياسر ريان بس محتاجين شغل على نفسهم كتير تب مش كان الأفضل يا كابتن حسام حضرتك تعمل معسكر وتضم اللعبة الجداد اللي حضرتك عايز تشوفهم معاك في المنتخب وتشوف أحسن عناصر ممكن تضمها في الفترة القادمة لأن احنا داخلين على كاس أم أفريقية وتصفيات كاس العالم وكمان عشان الكابتن حسام عمل حاجة محدش عملها في أي منتخب أفريقي زي ما احنا شفنا في الفترة الأخيرة أن كل المنتخبات الأفريقية وعلى رأسها المنتخبات الكبيرة زي ناجيريا وزي الجزائر وتونس والمغرب كلها استدعت المحترفين بتوعها وبتقوم بمطشاط ودية كبيرة الكابتن حسام طلع قال لا أنا المسؤول عن فترة الإعداد والناس عايزة نتائج ولا عايزة فترة إعداد إن كان عن نتائج يا كابتن حسام حضرتك مسكت منتخب مصر وعملت ست مباريات رسمية اتعدلت تلاتة وكسبنا تلاتة مع العلم أن احنا لا وجينا الجزائر ولا وجينا ناجيريا ولا وجينا الكاميرون ولا وجينا حتى فريق في التصنيف الثاني فحضرتك لا عملت أداء ولا عملت نتائج وفي الآخر محدش هيتضر غير منتخب مصر